السلام عليكم أنا أحمد الإمام والنهاردة معنا حلقة جديدة وضيف جديد طبعا تعرفين من النوتس اللي أنا عملتها بشمهندس ياسر السيد بشمهندس ياسر طبعا أكيد أنتم تابعين القناة بتاعته وبينزل هو من أوائل الناس اللي بدأت نزل محتوى إلى حد ما متقدم باللغة العربية ومكمل الحمد لله على كده أنا حتى بعتله كومنت كنت أنا حطه على التشانيل بتاعته من سنة أو أكتر تقريبا في أول كام فيديو هو عملهم كنت بقوله أن أنا مصبوط من الشغل وبشجعه أنه يكمل فأنا سعيد أنه هو لسه منكمل ووقت ما طلبت من الناس يرشحوا حد بيتعلموا منه وبيحبوا يتفرجوا عليه كان هو من أكتر الناس اللي جات كومنتس عليهم فأنا بشكره أنه هو قبل الدعوة وزاكة بشمهندس وأنا سعيد جدا بوجودك فأنا أسعد لأنني موجود هنا ورمضان كريم عليك مع الناس بالله في البداية يعني غالباً هو بس عشان الحوار فبس محتاجين تتعرف نفسك تقول لنا مين بشمهندس ياسر السيد ماشي نحس أن موضوع فورمال كده ونت عمل أجندة سلام عليكم أنا اسمي ياسر السيد أنا شغال صورت و إنجينير بقى دي حوالي مثلاً عشر سنين أو حتى كده بلوقتي شغال في شركة ستارت أب صغيرة سماء كلاو كيتشنز قبلها كنت في شركات معروفة أكثر شوية بس يعني حاولنا روح واجي وأتعلم حكات مختلفة بس عايش عايش في أمريكا وعندي ابنتين صغيرين الخلاص طيب أنا عادة بدخل دائماً في الموضوع على طول عشان برضو يعني الناس ما بضاعش وقتهم فبندخل في الطوبك اللي احنا متفقين عليه معين أنا كنت حابب نتكلم معاك أكتر في حاجات تانية بس خليني نبدأ في الأول قولنا احنا هنتكلم عن إيه النهاردة وكلامنا هنتكلم عن الالاستيك سيرش فممكن تقول لنا السامري كده ايه الطوبكس اللي هنغطيها بخصوص الالاستيك سيرش النهارة أكيد شور طيب ما كنا نتكلم عن أحمد على المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها والاسك سيرش كان واحد من الحاجات يعني هو اوكن سور سوفتوير مشهور وفيه سيربس وراءه مشهورة برضو شركات الالت كثير قوي بتستعمله كسيرش انجين يعني كفول تكس سيرش انجين يعني كفول تكس كثير دوكمنت كثير وعايز تدور فيها على ترم معين ولا عايز تدور فيها على كلمات معينة فتعرف تدي لك يعني خاصية كده أو خواص كده شبه بأنك يعني زي جوجل سيرش كده بس على زائر شوية اللي هون تبدلها شوية دوكمنت بتعمل لهم اندكسين بتعمل عليها سيرش كويريز وبعدين بتطلع لك الريزلت برنكين معين فهو كأنه زي سيرش انجين بس الاستخدام الثاني ليه واللي يمكن اشهر شوية هو اللوجز واللوجين فعناس كتير او تستعمله في اللوجين عندنا حتى في شركة نستعمله في اللوجين يعني فكرته انه هو سهل انك تعمله ديبلوي لانه هو وراه شركة كبيرة قاعدة يعني بتزبط فيه بتحط فيكسز وفيتشار وكده في الـ Open Source وفي زي الـ Enterprise version منه اللي هي بتشتعل هذه الشركات بفلوس يعني فالـ Experience باعته سهل انك انت تجيبه وتعمله ديبلوي على السيرفرات باعتك انت او حطها على الكلاود او كده الموضوع سهل قوي انك انت تبدأ بيه فعلشان كده هو انتشر جدا وبقى يعني من اشهر الـ Full Text Search Engine يعني بس فده يعني خلاصة عن المشروع بيعمل ايه حنخش طبعا هنتكلم فيه اكتر شوية عن التفاصيل بيشتعل ازاي وايه الحاجة تانية اللي ممكن تستعملها بداية له والستاك بتاعه كله في البداية عايزين انت قلت ايه هو الـ Elastic Search برضو لو حابب تقول ده بالتفصيل برضو بحيث الناس اللي ما تعرفش اصلا يعني ايه ده او هو امتى يحتاجه ويستخدمه في حالة ايه بظلط تمام اه طيب فزي ما قلنا هو الموضوع الفكرة كلها انك انت عندك تكست كتير تخيل مثلا انت بتعمل حاجة زي جود ريدز مثلا هو لو تعرف جود ريدز اللي هو الويبسايت بتاع الكتب فعندك كتب كتير اوي او مقالات او بلوغز او مثلا تويت يعني عندك كونتنت كتير محتوى كتير نصوص تكست تماما وبعدين عايز تعمل الـ Search على الموضوع هذا بحيث انك انت الـ Search بتاعك ما يكونش بس Exact Search مثلا او ما يكونش انك انت تجيب الـ Document والـ Display هلا انت عايز حد مثلا يعرف يدور بـ نص جوه الـ Document بتاعك او في التائتل بتاعها او في المتادات بتاعتها تماما فالموضوع هذا عادة بيبقى صعب انك تعمله بالـ Data Base العادية الـ Data Base يعني وان كان فيه دلوقتي حاجات كتير بغاية تتغير يعني لو تعرفوا مثلا بـ PostgreSQL اللي هو يمكن اشهر الـ Database دلوقتي في الـ Enterprise في الـ Industry او واحدة من اشهرهم يعني بدأ وطبعا فيه يبقى Plugins كتير و Extensions كتير وفيه منها حاجات بتـ Support Full Text Search فيه حاجات اكشولي يعني كويسة جدا قريبة من انك انت تعرف تعمل برضو Stimming و Analysis و تعرف تعمل Indexing كويس لـ Full Text Documents وكده بس في الاخر يبقى انه الحل الاشهر للموضوع ده هو انك انت تستعمل Search Engine فانت عندك الـ Elastic Search ده هو زي ما قلنا اشهرهم فيه حاجات تانية ممكن نتكلم مثلا على الـ Alternatives بتاعته فيه عندك حاجة اسمها Solar Solar ده برضو حاجة تانية مبنية على نفس الـ Engine اللي هو Elastic Search مبني عليه اللي هو اسمه لسين هنتكلم عليه قليلا شوية فيه حاجة تانية فيه حاجة اسمها Open Search Open Search ده Elastic Search بس الناس اخدوه ممكن نتكلم على القصة ده قصة ده صديفة جدا يعني اللي حصل انه Elastic Search كان ممكن نتكلم على كيف موضوع اتعمل اصلا هو كان القصة اللي الناس بتتدوالها يعني انه هو الراجل اسمه مش اسمه شعي حاجة أو حاجة زي كده شعي ده كان مراته بتشتغل تقريبا حاجة في يعني تطبخ يعني وتعمل حاجات بروصفات و مش عارف ايه وكده بشكل professional يعني فكان عايزي اعمل لها حاجة زي Search Engine علشان تعرف تدور في الناس باته اه اه اعرفش بقى ايه بقى اللي عبيت له اعمل كده ولا هو مجبار اه طبعا الراجل تفهم في الكود وبتاع واحسن لك تعمل لي حاجة نطلع بحاجة من الجوازه دي صلح الانتليفزيون اه او هم شركة مثل Foundation يعني اه ف فالبيعمله لوسين هو انه full text search engine بس بيشتغل على ماشين واحدة انهم تحطوا عندك على ماشين تدينه دوكمنت كتير بيعامل لها indexing وبعدين بيعمل search فاللي elastic search بيعمله هو انه اخذ لوسين ده وحاول انه يعمله deployment قصة deployment كده 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 هو اللي عمل الشغل الصعب كله في رأييي والشركة elastic عملته انه هي اخذت لوسين ده وقبلته شوية خليته distributed خليته بقى full tolerance تعرف باقي تسكيله قبل ملايين الدوكمنت والجيجابايت والتيرابايت من الديتا فهو عمل هذا الصفتور وبعدين لقى اناس كتير جدا يريد تستعمله فعمله open source بتهيأل انه كان عمله Apache اللي انا فكر كويس يعني Apache زي الحاجة بتات Apache صفتور كله وبعدين عمل شركة منه بقى لانه الموضوع ممكن يجيل فلوس فقالك يلا نعمل شركة من الموضوع ده ونعمل زي ايه elastic search كmanage service يعني انت احنا عندنا خلاص السيرفرات بتاعتنا وحطينا عليها ال elastic search software يعني وانت تدينا الديتا وتعمل الكويريز بتاعتك عندنا واحنا هنزبط كل حاجة مش محتاج انت تتعمل بقى deployment ولا management ولا أي حاجة خاصة فهو الوضوع بدأ كده وبعدين كان فيه قصة دراما كده مش عارف الناس كانت متابعها أو لا من حوالي سنتين تقريبا لقوا انه امازون امازون طبعا مشهورين هما AWS 10 واكبر تلاوت يعني تلاوت يعني تلاوت يعني تلاوت يعني فراحوا امازون قالك طب ما احنا عايزين احنا كمان نعرف نعمل text as a text search as a service يعني فراحوا واخدين elastic search اللي هو كان على github راحوا واخدين الريفوزيتوري زي ما هو كده هو apache 2 license فهو يعني اسمه تاخدوه تستعمله عادي وراحوا يحطينه كمان service وبقوا بيكمبيتو بشكل مباشر مع elastic اللي هي الشركة اللي ورا elastic search يعني طبعا يقال لك لا قلتوا بتعملوه ده ده احنا الكربين الكود وتعبانين فيه ومفعش تاخدوه كده وتكسبوا منه فلوس فراحوا وعملوا غيروا وزعالوا ناس كتير جدا لانه في ناس كتير في community كان بتحب البروجيكت وكانوا عاديم بيحطوا فيه كود وتعبانين فيه يعني مرة واحدة غيروا الكود خلوه يسموها dual license اللي هو كأنه يبقى عندك 2 licenses واحدة للناس اللي هو اللي هو انت هتستخدمه يعني في مشروع شخصي ولا side project واحدة commercial واحدة commercial للناس يعني هي تحديدا للناس اللي عايزة تاخد ذلك وتعملوا hosting كأي كservice يعني من الآخر يعني عايزين يعملوا license كده اللي هو استعملوا في أي حاجة مع هذا amazon أو معادة إن كنت أدخده وتعمل إنه service يعني طبعاً حصل بقى أي حرب ما بينهما الاثنين ورفع البعض أو القضايا وكان هم برضو عاكين كده مستخدمين elastic AWS يعني كانوا مستخدمين كلمة elastic في البراندنج بتاعهم فقفشوا عليهم يعني فالقصة كده يعني ودراما غريبة شوية المهم نحن الآن يبقى عندنا كذا مشروع في الopen source بيستعملوا ليسنس جديدة اللي هي اسمها sspl ليسنس مشروع يعني يظل الموضوع كما هو عليه والمشروع دلوقتي يعتبر كأنه نص open source يعني مكتخد تستعمله في حاجات معينة ممكن عايز تعمل اللوجينج بتاعه في شركة بتاعتك بي مش مشكلة بس ما يفعش نكتخده وتعمله كservice وتعمل منه فلوس يعني بس هو الاستخدام كشركات عادي انما انك تاخده وتبيعه او يبقى هو السيرفيس نفسها ده اللي فيه المشكلة بالنسبة لي بالذات كده بالذات اوه ممكن تستعمله في شركتك وتعمل فلوس بشكل غير مباشر منه يعني هو ممكن يكون هو اللوجينج سلوشن بتاعك او تخلي ناس تسيرتش عليه وكده لكن يفعش تاخده وتعمله اللي هو بيسموه white label اللي هو تاخده كده ايه تضعه في بوكس وتقولوا هذا ياسر الاستيك سيرش وتبيعه كأنه سيرفيس يعني ده اللي هم عايزين يخلوا الموضوع يبقى صعب جميع لكي تعمل فطبعا امازون راحوا وعملين فورك للأوبن سورس البوزيطوري بتاعهم وسموه OpenSearch وبقى هو دلوقتي كأنه الترو اوبن سورس من الاستيك سيرش يعني فبقى عندنا فيه كذا لو انت عايز تعمل الموضوع ده وتهوست حاجة وتسميها احمد الاستيك سيرش هتعرف تعمل كده بس هيبقى فورجن يعني اقدم شوية من الاستيك سيرش طبعا الاستيك سيرش طبعا الاستيك سيرش بش هتمنتين فورجن فهو عشان نوضح للناس هو البيز بتاعه هو هو الاساس هو السيرش انجين الاساسي وبنى فوق لاير اللي الاستيك سيرش عملته وبعد كده بدأت امازون خادت برضو فورجن منها بدأت تعمل التوزيع بتاعتها بالتعديلات بالحاجات الخاصة بها وهكذا هو طبعا يعني زي ما قلت هو ده كأنه يعني الايروني في الموضوع سخرية القدر في الموضوع انهما اصلا بنيين الاساسيك سيرش المبني على حاجة كمبليتي اوبن سورس اللي هي اباتش دو اللي هي بتاعت لوسين اباتش لوسين يعني بس هما عايزين الاكلة احنا الجزء اللي احنا كتبناه بقى الكود اللي احنا كتبناه عايزين نعمل له فلوس ومحدش يعمل فلوس منه غيرنا يعني هم استعملين اوبن سورس صوفتوير بس هما مش عايزين اوبن سورس صوفتوير يستعملهم حاجة كده عاكة شوية فده يعني ده الخلاص للموضوع وفي حاجات تانية طبعا بتكمبيت في الحتة دي يعني جوجل مثلا عندهم كلاود سيرتش كلاود سيرتش ده للحاجات اللي هي اللي هي لو انت مثلا تستعمل جوجل كلاود ممكن تحط الحاجات بتاعتك على درايف او في دوكيمنتس او كده وبعدين تستعملهم هما كسيرتش انتوني ففي حاجات زي دي موجودة وفي طبعا تروجكت تانية صغيرة موجودة وكده لكن هو في الاخر الاسك سيرتش هو هو ده الديناسور بتاع المجال يعني تمام نروح للسؤال اللي بعد كده ايه المشكلة انت قريدي اتكلمت باختصار عنها ايه المشكلة اللي بيحلها الاسك سيرتش يعني انا ليه انت طرحت ان انا ممكن استخدم الداتابيز ايه الداتابيز جابت اخرها انا لازم افكر في حل تاني بيقدم لي حلول زيادة للمشكلة بتاعتي فالاول قل لنا ايه المشكلة اللي تخليني افكر في ده اه هو المشكلة مشكلة اصلا انه الريليشن الديتابيس مش حاجة معمولة علشان اليوز كيس دي خالص الريليشن الديتابيس معمولة علشان يبقى عندك كولومز وريليشن زي دي وحاجات زي دي وتعرف انك انت تسرش على حاجة بتكون باستخدام الريلي في الكولوم لكن هما عندهم حاجات تانية مثل الـ مثل الـ ممكن في اي سيكل ستاتم ممكن تقول مثلا الـ كولوم بتاعك وتحط جزء من التكس اللي تبدور عليه لكن عندك مشاكل هنا كتير بقى اولا الـ مطاقة صعبة فمعظم الديتابيس الموجودة هتلاقيه تتعمل فول سكان للتابل انها مش عاملة ما عندهاش اصلا فكرة انك تعمل انك تعمل الـ لتكس اللي جوى الكولوم بتاعك تمام فهتلاقي هي بتعدي على كل الـ لتشوف الكلمة دي موجودة او لا في كل روق طبعا دي حاجة بطيئة جدا ماذا؟ مشكلة تانية عندك مثلا متعرش تعمل حاجات زي Auto Complete يعني انت بتعمل حاجة زي جوجل سيرش مثلا وعايز تبدأ تكتب الكلمة وهو بيكمل لك تعرف الـ متعرش تعملها طبعا لان انت نفس الفكرة ما عندكش ما عندكش Data Structures تسمح لك تعمل الكلام ده في الـ يعني مثلا ما عندكش تعمل حاجة زي try او مش عارف انجرام والحاجات دي كلها اللي هي يعني algorithms مشهورة في حتة Auto Complete مفيش حاجات زي مثلا Stemming او اللي هو لما انت دخلت في اي حاجة اللي هي علاقة بالـ Mining او information retrieval او حتى Machine Learning غالبا تسمعت عن فكرة اللي هو انت بتاخد كلمة او NLP اللي هو Natural Language Processing يعني فعندك كلمة وعايز تشوف الكلمة دي موجودة عندك ولا لا في الـ database بتاعتك بس مش لازم تكون الكلمة هي هي بالضبط حرف بحرف يعني ممكن تكون مثلا عندك مثلا الفعل الماضي بدل المضارع او حاجة يعني معمول لها ايه اللي هو Conjugated اللي هو عندك مثلا عارف المفرد غير الجمع في الانجليزي مثلا محورة لغوية اه متغيرة شوية الكلمة عن الكلمة اللي موجودة عندك انت شايف ان هو هي نفس المعنى فلو انا بدور مثلا عن كلمة go ممكن يطلع لي goes في الـ data بتاعتي ممكن يطلع لي went في الماضي فطبعا الـ databases ما بتفهمش الكلمة ده خالص databases اصلا مش حل معمول للـ full text فالكلام ده بقى علشان كده طلعت حاجات زي لوسين والحاجات دي اللي هو انت بتاخد التكست وبعدين بتحاول تعمله analysis تحاول تفهمه تحاول تعمله تجزقه لكلمات والكلمات دي تحاول تعملها stemming اللي هو انت تجيب المصدر بتاع الكلمة علشان لما حد يعمل a search على اي حاجة تعرف ودو تماتش بالمصدر بتاع الكلمة وفيه كمان اللي هو اللي هو اكتر من stemming انك انت كمان تفهم الكلمة دي وتعرف تجيب synonyms بتاعتها تعرف تجيب الأزمنة المختلفة بتاعتها والطرق المختلفة اللي هي ممكن تظهر بيها فيما الموضوع يعني ايه ريتشارب كتير يعني انك كنت تدور على الكلمة اللي بيتماتش بالزبط يعني فدي الفكرة اللي حاجة زي لوسين اصلا اتوجدت علشانها فانا بتغيري انه اجدت السؤال ده هتبقى كأنها compounded يعني اللي هو ليه اصلا احنا محتاجين لوسين وبعدين ليه محتاجين elastic search فوق لوسين فحنا اتكلمنا على الحتة الاولى اللي هو لوسين بيعني الحاجات دي كلها اللي هو بيطيلك full text search engine يعني 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 حيب كنت تدور على كلمات زي ما هي ليه اصلا محتاجين elastic search ده سؤال أقعد يعني بحسب طبعا انت الديبلويمنت موضل بتاعك عامل ازاي حسب حجم الديتا اللي عندك عامل ازاي لو انت في الاخر الديتا بتاعتك مثلا شعر شوية مقالات او شوية تويتس واستعمل السرش عليها اول حاجة خالص بص عليها انك انت تستعمل الديتابيس عليه خالص يعني هتلقى ان هذه الحاجات بتقدي احسن من انت مدخالي حاجة زي postgres SQL هيكون اكشل يعمل شغل قيس جدا لو ده ما نفعش انت عايز بقى موضوع المتعيزات والكلام ده كله بص انك انت تحاول تستعمل لوسين بس لوسين وشكلته ان هو شوية معقد في استعمال وهو مش حاجة سهلة لوسين مش معمول ان هو يبقى يتاخد كده اللي هو يعني محتاج حوار محتاج 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 موضوع صعب شوية فإلاستيك سرش يتعمل علشان ياخد لوسين ده بقى ويخليه يسكيله على سكيل كبير جدا وقال لك احنا خلاص هنعمل بقى شاردينج ورابليكيشن وحنتكلم في الحاجة اللي كان شوية علشان نعرف نهندل كمية ديتا كبيرة جدا فانت لو عندك يعني تيرا بايتس ديتا اللي هو يعني بتاع الشركات دلوقتي لو انت عايز بس تحط بتاعتك في حتة هتلاقي بتخش في التيرا بايتس بسهولة وضعها مش محتاج يعني شركة ضخمة جدا عشان تعمل تيرا بايتس وفلوجز بزرور الحاجة طبعا صعبة جدا على علشان الديتا بايز انها هتعملها غير انه اصلا علشان الديتا بايز هتبقى أبطأ للحاجة زي كده لانه زي ما قلنا ما فيه وموضوع يعني فيها الموضوع اللي هو اللي هو والحاجة دي كلها فهتكلم يعني الخلاصة ليه كمان فيه كيس انا قابلتني يعني برضو في حاجة شبه كده انه لو انت عاوز تدي ويت لفيلد مختلف عن التاني يعني مثلا لو كلمة موجودة في التايتل بتاع الخبر بتاعك او المقال تبقى مثلا وزنها عشر مرات او عشرين مرة لو هي موجودة في الارتكل يعني لو كلمة موجودة في الارتكل عشر مرات بس هي موجودة في التايتل مرة لا التايتل ده ياخد أولوية انه هو يظهر الاول حاجات شبه كده التابيزل عادية ما تقدرش تعمل كده هتحتاج انت او مش تقدرش هتقدر بس انت هتحتاج تبزل مجهود كبير انك تزبط اندكس عشان انت تقدر توصل لحاجة شبه كده فالموضوع بيبقى صعب ومعقد في حين ان فيه تول معمولة عشان تحل المشكلة دي اللي هي الوسين اللي مبني فوقها الاسك سيرش اه هما طبعا يعني اللي بيعملوه زيادة عن الموضوع انهما بيفهموا الفيلز انت ممكن تدينه سكيمة كده تقول له خد بص الفيلز عندي الفيلد ده واحد اثنين ثلاثة اربعة وديل تايبس بتاعتهم وبعدين مثلا انا عايز المتيل سيرش مثلا وكتوله انا عايز الفيلد ده يكون ما بين الـ value دي والـ value دي والفيلد ده يكون مش موجود اصلا الفيلد ده يكون في الكلمة دي وهاكذا اه طبعا دي حاجة موش مور قدانس عن الـ طبعا طيب طيب اه بيتهالي ممكن بعد كده نتكلم في هنبدأ نخش شوية في الاستيك سيرش بقى كفية دوران نحوالي من الوضوع طيب الاستيك سيرش اللي حصل زي ما قلنا انه هم اخدوا لوسين وبعدين عملوا فوقي اللاييرز اللي هي بتاعت المانجمنت و الديبلويمنت والكلام ده كله وبعدين طلع فيه حاجة اسمها لوجستاش لوجستاش تكت فكرته ايه الناس قالك احنا عايزين نلاقي طريقة سهلة ان احنا نحط اللوجز بتاعتنا في الاستيك سيرش علشان نعرف نعمل لها كوي الموضوع مش عايزين انه يبقى اماني ولا مش عايز ان انت تقعد كل شوية في اخر اليوم مثلا تخش على الماشينز بتاعتك تشوف اللوج فايلز اللي فيها فين وبعدين تحطها في التكس في السيرش انجين بتاعك عايزينها اوتوماتيك لي اول ما تكتب اللوجز تروح على طول على الاستيك سيرش بتاعتك ففي واحد راح جايي كتب لايبري كده صغيرة تسمىها لوجستاش فكرتها كلها بس ان هي عبارة عن باينري كده بيقعد جنب البروسيس باتك تخيل مثلا انت على كوبرنتيز او على في ام معينة وعندك البروسيس تاعت السيربر لو انت عندك ويب سيربر مثلا شاكال البروسيس دي عملا تكتب لوجز في فايل على الدسك وعملا تعمل له روتاشن احنا عايزين حاجة بقى تاخد الايه الكونتنت اللي في اللوجز دي اللي في الفايلز دي وتحطها في الاسيك سيرش فهو كتب لوجستاش ده لايبري صغيرة بتعمل الموضوع ده مكتوبة وانا فاجت كويس بريمن روبي او حاجة كده حاجة من حاجات اللي هي مش أسرع حاجة في الدنيا يعني ومش عزي خبط في حد يعني بعدين بتاخد بتاخد الديتا وبعدين ايه بتشحنها بشكل مباشر تعمل على طول بتتمنتر اللوج فايلز بتاعتك كل ما تلاقي سطور جديدة تكتبت تاخدها وتحتفها على طول على ايه على الاسيك سيرش الموضوع ده طبعا ناس كتير جدا كانت محتاجاها فهتشهرت جدا وبقى الوجستاش ده من أشهر الحاجات اللي الناس محتاجاها عشان جانب شتحتها جانب الاسيك سيرش يعني لحد ما الاسيك الشركة اللي هي ورا الاسيك سيرش قالوا طب خلاص احنا هناخد الوجستاش ده ويبقى جزء من الاسيك بتاعنا فانت متيجي تدبلوي الاسيك سيرش بتدبلوي معاه ال الوجستاش إنستانس جنب كل بروسيس عندك جميل وبعدين الموضوع طبعا كبير جدا وأناس كتير قوي تستعمل الهندون مع بعض وبعدين ادرافوا إيهم حاجة تالتة اللي هي اسمها كيبانا فكيبانا دي اللي هي الكي بقى هما بيسموا الستاك بتاعهم ده ELK E اللي هي الـ Elasticsearch L اللي هي الـ Logs-Tash والـ K اللي هي الكيبانا كيبانا دي عبارة عن UI ويبسايت نظيف وشيك وتخش تعرف تعمل عليه قويريس تعرف تعمل عليه وعرف تعمل عليه داشبورد وحركات وحركات وهو قويري انترفيس بزرط لأنه القويرين صعب أنك تتخش تعمل القويري بيدك فيه طبعا رست API بس هو صعب محتاج أنك تتعرض تبايد الـ Json بنفسك تاخد ذلك أنك تستعمل الاندكس الفلاني بدل الاندكس ده وتحط الـ field name مصبوط فقال لك لا نريد طريقة سهلة للناس تبحث بها فعملوا اللي هو كيبانا ده والناس كلها تاخدوا بالـ deploy كما هو كده وزي ما قلنا عشان هم طبعا شركة ويكسبوا فلوس من الموضوع يعني فحطوا مجهود كتير انه الـ stack ده تعرف تاخدوا تعمله deployment كده ايه وانشوت كده تحطوا عندك وتلاقي عندك كل حاجة بتتكلم مع بعض بشكل بشكل مباشر يعني الحاجة الوحيدة اللي يمكن لما كنا بنخبط في روبي من شوية كان هم عشان كده عملوا شيء جديد التهيئة اللي نكترسى بقرع عنه اسمه lumberjack او حاجة كده المفروض ان هو يريبليس log stash ده فكرته انه هو مكتوب اب جو فعندك الماموري فوتبرنت بتاعته صغيرة جدا وباينوري كله هتلاقي يعني كيلو بايتس او فيو ميجا بايتس التاني كان وحش فظيع بيشتغل بـ vm ومحتاج مع راشة كان مية ميجا علشان يشتغل فلو انت عندك كل بروسس صغيرة محتاج تحط جنبها log stash بتلاقي مرة واحدة محتاج vm يعني مش صغيرة او محتاج شوية ماموري فهم غيروا الموضوع ده وقعدين بيحسنوا فيه وقعدين بيزودوا تايبس جديدة من الفائلز اللي بيعرف اقروها فيه مثلا عندهم حاجة اسمها بيتس بيتس دي تعرف تقرأ الماتريكس بتاعت الماشين اللي هي شغال عليها تعرف تقولك الاسي بيو دلوقتي كام والماموري كام وفيه كام اي نود مفتوح وفيه كام فائل مفتوح حاجة زي كده وتعرف تركورتها كلها لإلاستيك سرش بحيث ان كنت تتباكي مش بس تبص على الوقز بقى بتبص على الحالة بتاعت السيستم بتاعتك كله فهو يعني كبر شوية عن كونه مجرد سرش انجين او تكس سرش انجين يعني بقى مجرد يعني حاجة اكتر عن المونتورين والأبزير فاديلتي سلوشن للإلاستر بقى كأنه بقى كأنه حاجة بتتبع الحالة بتاعت السيستم ككل اه هو طبعا يعني انت وجودك في اللوجينج كأكبر شركة بتعمل لوجينج سلوشن يعني فخلاهم وضعهم كويس جدا انهم يعرفوا يبالدوا البرودكتس التانية في نفس الحتة اللي هو تخلص بتستعملنا كالوج طب خلاص خط بقى كده أنا سرش بي وخط معرفش بيتس حط بيه الماتريكس عليها وحط مش عارف ممكن نعرف نكونسيوم متريكس وحاجات زي كده فبقوا هم يعني اي حاجة بيعملوها ناس بتاخدها على طول لانه طبعا هم طيب عشان برضو نوضح للناس هو البرودكس فيه بتم على ناحيتين ناحية ان انا باندكس فيها الداتا بتاعتي بالشكل اللي انا منتظره او اللي انا هسرش به ووقتها بنستخدم حاجة زي سكيمة اللي حداك قلت هتتكلم عنها والشكل التاني وانا بقى بريتريف الداتا وانا بسرش الداتا بالاشكال المختلفة فهنبدأ الاول نتكلم عن الجزء الاولاني اللي هو اللي بيحصل وانا بعمل اللي بيحصل تماما ميش تعمل لهم اندكسنج علشان تعرف بعد كده تسرش فيه فالهو من الاخر يعني اللي لوسين بيعملوا فنحن نتكلم عن اللوسين الاول بيشتغل ازاي بشكل يعني كده وبعدين نخش على ازاي الاستيك سرش بيعمل اللي هو بيعمله طيب اول حقا خالص لو قبل كده كنت بتكلم عن لو انت اشتغلت في علما برضو انت خبط في طريقة مشهورة جدا لانك انت تعمل رانكين للتكست اسمها TF-IDF فنحن نتكلم عنها طيب TF-IDF عبارة عن طبعا هي كده 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 شوية بس هو الموضوع بسيط جدا انت عندك دلوقتي شوية تخيل مثلا نفسك تبص على ويكيبيديا بيجز وعايز تعمل سرش على كلمة معينة خلينا نقول مثلا كلمة ديناسور مثلا طيب فانت في عندك شوية مقالات بتتكلم عن ديناسور بشكل مباشر ستلاقي عندك حاجة تتكلم عن انواع الديناصورات وكانوا عايشين امتى وكانوا بياكلوا ايه وكانوا عنده كله وهتلاقي في عندك مقالات تانية بتتكلم عن الديناصورات فيها كلمة كلمتين عن الديناصورات كم يقولوا يتكلموا عن موضوع تاني خالص بس كلمة ديناسور تلات في النص فانت عايز تعرف تسرش وتعمل كمان رانكينج بشكل كويس عايز المقالات اللي تتكلم عن الديناصور بشكل اساسي تطلع الاول وبعدين اي مقالة تانية كده ايه فيها يعني رفرنس ولا حاجة للديناصور عايزة تطلع بعد كده كويس فالموضوع ده هتعمله بفكرة اللي هو Term Frequency Term Frequency يعني قد ايه الترم اللي تتدور عليه اللي هو الديناصور في الحالة دي بيظهر في كل واحدة من الدكومنت الموجودة احنا لدينا مثلا ألف دكومنت هتيجي لكل واحدة من دول وتشوف هنا الديناصور ظهر مثلا عشرين مرة في المقالة دي هنا ظهر مئة مرة وهنا ثلاث مرات هنا زيرو هنا زيرو هتلاقي طبعا دوكومنت كتير فيها زيرو اللي انت بتدور على حاجة مش مشهورة قوي وبعدين الباقي الدوكومنت هتعرف ترتبهم بالحاجات اللي ظهرت أكثر وبعدين حاجات ايه اللي ظهرت أقل فيها الكلمة بس الفكرة انده مش كفاية لان انت عندك فيه كلمات منتشرة موجودة في اللغة الإنجليزية وحتلاقيها طلعت لك في كل الدوكومنت يعني كلمة ديناصور يمكن حاجة يعني شوية يونيك مش هتتكلم على ديناصور اللي انت بتكلم على مش عارف سيكل تكست مثلا سيرش أو حاجة زي كده اللي انت بتكلم على أوروكي بس لو انت عايز تكلم عن كلمات موجودة يعني أفعال مثلا اللي هو comes and goes وبيلد وحاجات زي كده كلمات دي موجودة في دوكومنت كتير جدا ومش بتضيف قوي لليونيك نسبة الترم اللي انت بتدار عليه انه يبقى موجود في دوكومنت كتير فعلشان كده ايه اي دي اف ده موجود فايد اف ده اللي هو عبارة عن inverse document frequency اوكي ده بيقول لك انه لو الترم اللي انت بتدار عليه موجود في دوكومنت كتير معناها انه هو مش حاجة كويسة قوي انك انت تطلع الدوكومنت دي كويس فتصلكمемонت كلمات Singapore و مثلا Wo a and u تتطلع في دوكومنت كتير جدا لحد يظل نحك ليها معنا انك انت تصرف القيام بها انتظر على الحاجةiber و حيث ان يظهرة متصحت في الدوكومنت Ada هي كلمة عام جداً فهم يأخذوا هذا ويقسموا اللي هو term frequency على inverse document frequency فمن الآخر يعني سيبك من الكلمات عشان موضوع فانسي بس هو مش معقد قوي من الآخر قد ايه الكلمة بتاعتك ظهرت في كل واحدة من المقالات مقسوم على عدد المقالات او عدد الدوكيمنت اللي الكلمة دي ظهرت فيها فكل ما تظهر في مقالات اكتر كل ما الاسمة دي في الآخر تديلك value اقل هاي بقى value بتاعت ايه؟ الرانكين بتاعت الدوكيمنت دي اقل فالفاكرة دي اللي هي tf-idf دي مشهورة جداً جداً في السرش انجين وفي الرانكين وفي حاجة كثير قوي بتستعملها والوسين بيستعملها برضو فانت دلوقتي عايز تاخد الدوكيمنت اللي عندك هي بقى فكرته ايه؟ انك انت تريد اخد الدوكيمنت ماشي تعال انا تخيل مثلاً انت عندك دوكيمنت زي مثلاً نقول الانجليزية اللي فيها كل الحروف دي تقريباً مش عارف ايه فوكس jumps over the lazy dog او حاجة زي كده تمام؟ دي دوكيمنت او نقول ده tweet او حاجة من حاجة انت عايز تعمله عندك وبعدين عندك حاجة تانية مثلاً بتقول مثلاً i like using مثلاً firefox البراوزر تمام؟ فده مثلاً tweet مختلفة وانت عايز تعمل indexing للحاجة دي لحيث تعرف بعد كده بسهولة لما تدخل ترم معين تعرف تطلع ايه اللي بيتماتش الترم ده وتعمل لهم رانكين فقال لك خلص خلينا ناخد بقى tf-idf اللي احنا لسا نتكلمين عنه ده وناخد الدوكيمنت دي ونعمل لها الاناليسس ده علشان نطلع لكل ترم عندنا نشوف هو ماذا tf-idf بتاعه لما يجي حد يسرش عليه فقال لك ايه طيب خلاص احنا احنا ممكن نعمل اول حاجة خلاص اول خطوة اللي هي بتاعت الـ stop words بيسموها الكلمات اللي هي مش بتضيف قوي للمعنى اللي هي زي articles وزي كلمة ذا زي كلمة i بالضبط 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 الحاجة دي يعني مش معنى قوي فقال لك احنا ممكن نشيل ده بس هو اصلا tf-idf هو هيميكشور انه الحاجات المبودة كتادي زي ما قلنا بتطلعش كتير طيب فدلوقتي قال لك ايه خلاص ماشي احنا ناخد مثلا واحد واحد من الترمز دول وبعدين هنعمل قال لك مثلا ذا اللي الترم ده اول حاجة خالص هنشوف اللي هي اللي هي اللي ترم فريكنسي بتاعته فذا مثلا طلع خليه مثلا ايه نحط نحطه في حتة تانية عشان بقى الموضوع يعني هن مثلا هو طلع مارتين في الجملة الاولى تمام طلع هنا هو في الاول وطلع هنا ما طلعش خالص في الجملة التانية فده معناه لو انت بتفكر في الموضوع انه لما سرش على ذا المفروض يطلع عليه الجملة الاولى او التويت الاولاني ده مايطلع ليش التاني اصلا ولو فيه حاجة تانية فيها ذا اكتر شوية مفروض يطلع عليه فوقه بس لو فيه دوكمنت كتير فيها كلمة ذا مفروض ان هو برضو ايه يبقى الواليو بتاعته اقل او الرنك بتاعته اقل في الحالة دي هندلنا دوكمنت واحدة بس فيها ذا فده معناه انه ايه كلمة ذا دي حاجة يعني يونيك قوي هنحطه هى هنحط الفريقونسي بتاعته هنا هنحط النوع اللي هو موجود في كلaa مرتين تمام و بعدين نلاسط ージت عليها اللي هو موجود في هى هنقول انه هو موجود دينس~~ رغم انه دوكمنت واي و ، موجود какаяهة مرتين و بعدين هنحط ال identific 발�ادة اللي هو موجود فيها علشان ما تريده بعد كده تدور تعمل search احنا بريدين نطلع ال context عايزين نقول له انه هو هذه الجملة اللي ظهر فيها كلمة ذا زي اي search engine بريدين نطلع لك الحتة يعني فمسلا انه هو موجود في index 0 وموجود في index مش عارف مثلا 40 او حاجة زي كده وبعدين هتيجي تعمل مثلا fox هتقول برد انه هو موجود في كما زهر برضو مرتين مش كده وبعدين ظهر مش عارف document 1 ظهر مرة واحدة وظهر في مش عارف مثلا index 10 وبعدين ظهر في document 2 انا هنا بأسيوم انه فيه space ما بين fire و fox او انت عرفت اسامها وانك انت تسبلتهم وانه دا توكن وانه دا توكن فهنا بعدو ظهر مرة واحدة وظهر في مثلا 30 اوكي فهتعمل موضوع ده لكل terms اللي عندك هيبقى عندك جدول كبير كده كويس ده اسمه الجدول ده اسمه postings list هو الجدول ده هتعمل بقى لكل terms اللي عندك the unique terms وبعدين ده هيبقى اسمه postings list اللي ستديم الاخر ده هو الاندكس بتاعك في المموري يعني لو انت بشتغل بلوسين تعرف تاخد ده وتحطه في المموري t بعد كده تقول طيب يا جماعة انا بدور على كلمة fox او كلمة fire ابص هنا بسرعة وبعدين هو المموري فانا ممكن اخليه زي hash table يبقى سريع جداً فابص بسرعة واشوف هو tf والidf بتاعه اعرف احسبه لكل دوكيمنت لكل دوكيمنت اللي هو ظاهر فيها وبعدين اعمل الرانكينج فهنا مثلاً هنلاقي for fox مثلاً انطلع عليه في two documents فهجيب tf والidf احسبه الاثنين وبعدين اطلع الاعلى في الاول والاقل في الاخر فالموضوع بقى سريع جداً يعني فكرة الموضوع كله انك انت تخلي الsearch باستعمال الhash table فيبقى يعني oof1 الموضوع سريع لكن طبعاً الحاجات دي بتبقى مهم قوي انك انت تعرف هتدبلوي زي الموضوع ده زي هتحط الاندكس مثلاً هل هيبقى خير المموري ولا هيبقى الdisk لو في المموري الموضوع سهل هل سحط الhash table ده كله حاول تخليه fit in memory وبعدين search in memory هتطلع لك الموضوع oof1 خلصنا طب ايه اللي يحصل لما الموضوع يكبر عن كرة دلوقتي احنا كده ايه لوسين دوره انتهى الى حد ما هنا لوسين دلوقتي هتعرف تدينه documents ياخدها يعمل لها indexing وحط الاندكس بتاعه في المموري او على الdisk وبعدين تعمله بعد كده ايه search term معين يعرف يطلعه لك من هنا طبعاً فيه ممكن خطوة انا عدتها اللي هي خطوة الانالس اللي هون انت ممكن زي ما قلنا بك تاخد كل كلمة في المصدر بتاخد المصدر بتاخد اللماء بتاعتها او تاخد الحاجة اللي بتميز الكلمة دي عن بقية الكلمات وهي دي اللي انت تستعملها في الposting stable بتاعك على الposting list بتاعتك حيث لما ادور بعد كده ممكن برضه الترميل انت بتدور به اخده وعمله هو كمان المصدر وعمله هو كمان stemming او المصدر بتاعه ودور بالمصدر ده في ايه الحاجات التانية حتى الvariations بتاعته تطلع فخلص عدينا المرحلة دي دلوقتي عندنا لوسين شغال في قصص تانية برضه في ازاي انك انت بتاندكس الجديدة ازاي بتعمل رائت على الاندكس لان هو لوسين بيشتغل كميوتابل اندكس يعني انك انت تعمل القصة دي الجدول ده مش هتعدل فيه خالص او عايز تضيف اي دوكمنت جديدة بيقعد يعمل اندكس مختلفة هتلاقي حط اندكس تاني اللي هو بيسموه سيجمينت تاني وبعدين مع الوقت لما السيجمينت دي تزيد قوي بيعمل لهم علشان بدلا بيقعد يدور في الف سيجمينت لانت عمليه سيجمينت حيبدأ يعمل لهم مرشنج علشان ايه بالذات الحاجات القديمة عادة الناس لما تتعمل سيجمينت على الحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي حصل في اخر بساعتين انت خلال نفسك مثلا بتعمل سيرش في تويتر معظم الناس هتبقى عايزة التويت اللي كان حصل اللي الناس قادر تتكلم عنه مبارح ولا النهاردة ولا اخر ساعتين فديه الحاجة اللي عايزة تحصل بسرعة لو حد عايزة يدور على حاجة حصلت من شهر او من شهرين مش مشكلة حيبا موجود بردو بس هيخد وقت اطول شوية لانه محتوط في مرشد اندكس كبير شوية في ترمس كتير محتاجين ندور فيه فديه فكرة السيجمينت والمرشنج اللي بيحصل في الوسين بعدين احنا باعيزين ناخد الكلام ده ونعمل منه سيروس كبيرة بتسير تيرا بايتس طيب ايه الكلام اللي بتطلع لك عادة لما تكون عايز تعمل حاجة زي كده اي ديستروبيتال سيستم في الدنيا عندك التابل ده عندك ديتا ستركشور بيعملك الاندكسين والفاست لوكب او اللي هو اللي هو اللي تطرف تسيرش بسرعة عايز تاخده وعايز تحل كزا مشكلة اول مشكلة عندك فكرة الافيلابوليتي اللي هو انا مش اي ماشين عندي تبوز لو انا عندي الكلام كل محطوط على ماشين واحدة في الكلاستر التعاتي مش اول ماشين تتوقع خلاص كده كل الناس مش عارفة تستعمل السيروس باته هذه فكرة الافيلابوليتي ثاني حاجة فكرة الافيلابوليتي اللي هو انا عندي ناس كتير عمالة تعمل كويري للسيستم بتاعي وعايز الموضوع يبقى سنابي عايز كده اول ما حد يسيرش يطلع له رزلس على طول وبعدين تالت فكرة دعنا نبدأ بالفكرة الوقت انت عندك الموضوع ده هو ايه يعني من اشهر الحاجات في انك عايز تعمل الفكرة الافيلابوليتي والفكرة الافيلابوليتي فهتاخد الديتا سروكشور بتاعك وتحاول توزعه على كلستر او ماشينز هيبقى عندك مثلا كلستر فيها هلنقول مثلا معرش او خمس ماشينز او حاجة زي كده ازاي تاخد الاندكس زي ده وتحطه على الماشينز دي بحيث يبقى فالطوليرانت وفي نفس الوقت يبقى سريع ويبقى سريع ويبقى دورابل وهو الديتا تعتك لا ترحش لا يفعل كل الديتا تعتك على الديتا تعتك لا يوجد ديتا خلص واحد فالاستيك سرش عمل الكلام قالك نعمل حتى لا يوجد الوقت كلاسيك كيف نعمل الموضوع هذا قالك نعمل دينة كلستر فيها مثلا دعنا نقول ثلاث نودز ثلاث نودز ثلاث نودز يعني ثلاث ماشينز او ثلاث موضوع دول الفكرة فيهم ان هما سفرت عن بعض يعني لازم يكونوا على ماشينز مختلفة مختلفة ده احسن حاجة علشان لو واحدة وقت لو حد تكابل في سلكل نتورك يبقى الاثنين تانين لسه شغلوا وده الموظم من كلاود تروفايدرز يعملوا فانت هتاخد ثلاث نودز وبعدين هتاخد الاندكس بتاعك ده وهتعمل له تحطه على الثلاث ماشينز فعندنا هنا الاندكس كل الاندكس على الثلاث ماشينز طيب ده كده ادى لك ايه اول حاجة خالص ادى لك مور افيلابلتي انك انت لو عندك واحد فيهم وقع الاثنين التانين لسه موجودين لسه بيسيرفه وبعدين ممكن يدير لك شوية لان انت دلوقتي ممكن الكويري بتاعتك تاخدها وتوزعها على الاندكسيزم ثلاث دول اي حد عايز يقرى ممكن يقرى من اي واحدة فيهم خلاص لو في واحدة شغالة وعملت سيرف وقع الموضوع بطيق شغالة عندها تروح الاثنين التانين هبقى الموضوع سريع طيب ايه المشاكل بتاعت الموضل ده؟ المشاكل هنا انك انت لما تيجي تكتب في حتة تحتاج تكتب في الثلاث اماكن صح؟ لان انت لقتي عندك ثلاث ايه من الاندكس ده لو كتبت في واحد فيهم بس وبعدين جيت تقرأ وقريت من واحد تاني هيجيلك زي ستيل ديتا طيب هنحل الموضوع ده ازاي احنا هناخد الاندكس ونعمله شاردينج ففيه برضو مشكلة تاني موضوع ده بيحسنها انك انت دلوقتي بيعندك الاندكس كامل على موضوع واحدة فالاندكس لو حجمه ببير قوي محتاج الموضوع دي تقعد الاندكس ده كله تدور على الديتا بتاعتك ده طبعا هيخد بقت اكتر ففكرة شاردينج بتحل الموضوع ده انك انت تاخد الاندكس ده ده الاندكس بتاعك اهو هتقسمه هلين نقسمه لثلاث شاردز مثلا ثلاثة ده ليس لازم يكون عدد ثابت هناك انت ممكن تخليه اي عدد انت عايزه ومالوش علاقة مع عدد المشينز في الاخر مثل شاردز دي هتاخدها وحتوزعها على المشينز اللي عندك ممكن ثلاثة دول يتوزعها على المشينز المهم ان يبقوا اكتر من وان ماشين او اكتر من وان بي ام علشان فكرة برضو ايه الفولتر هتاخد الاندكس ده وبعدين هتوزعه على المشينز اللي عندك بحيث انه كل شارد منه تتحط على مشينز مختلفة فانت علشان كده ايه عايز يكون عندك عدد شاردز يكون كبير شوية مش قليل فمسلا هتاخد شارد هلين قولي شارد 1 شارد 2 شارد 3 فهتحط هنا شارد 1 مثلا وشارد 2 وشارد 3 بالمنظر ده الشاردين بس فكرة كلمة شارد يعني كأنها حتة من الاندكس فأخدت الاندكس وقسمته على ثلاث شارد وبعدين الفكرة بقى انت عايزك تعمل ايه عايز تعمل كمان زي ما اتفقنا علشان لو المشين واحدة اللي هي او المشين دي وقعت مايبقاش انت كده خلاص لأيه لشارد 1 خلاص احنا نعمل كمان فهناخد شارد 1 دي ونحط منها كوبي على مشين 2 مثلا او يمكن كمان 2 كوبي علشان جاء الموضوع اسرع على مشين 2 ومشين 3 شارد 1 وهتكرر الموضوع ده ايه في كل الشارد الثانية مثلا شارد 2 هتروح على مشين 1 ومشين 3 وشارد 3 هتروح على مشين 1 ومشين 2 ففكرة قصة كلاسيكية جدا موجودة في معظم الموضوع اللي هي فيها ايه موضوع بيحاول يعمل الموضوع ده علشان يديلك مزيج من الموضوع الموضوع لما تأتي يأتي لك لن نتكلم على الواقع اللي هو انت جاي لك دلوقتي ماشين جاي لك دوكومنت وعيز تعمل لها اندكسيك موضوع ده هتاخد الدوكومنت وبعدين الدوكومنت سيبقى لها دوكومنت ID مثلا 1023 دوكومنت دي جاي لك وعيز تعمل لها اندكسيك فهتاخدها وبعدين هتقسمها هتقول الأول انا عايز الاقي مكان للدوكومنت دي عشان تفيد فيه عشان لما يبعد كده ادور عليها اعرف الاقيها بسهولة فهتاخده هتاخده الاي دي ده وتعمل له هاش بهاش فونكشن معينة هاش فونكشن دي لازم تكون ثابتة خلال اللايف تايم بتاع السيستم بتاعك وبعدين هتعمل موضول عدد الشارد والخلاص الشارد دي عفوا الدوكومنت دي هتروح حسان لشارد 2 عشان يقدر يحدد لكل دوكومنت الشارد بتاعها فكل مرة اما الدوكومنت دي يجي عليها اي ابضيط او حاجة بانا عارف مكانها هروح فين بالزبط بزبط او عايز تمسحها او عايز تغير فعلا الكونتين بتاعها او بس عايز تقراها فهو قال خلاص انا الدوكومنت دي هتروح على شارد 2 حسب ايه الهاش فونكشن بتاعتي هياخدها يحطها في شارد 2 الماشينز كلها عارفة اماكن الشاردز فين فانت هتيجي علي اي ماشين تتكلم معها تقول لها جماعة عايزين اندكس الدوكومنت دي الماشين دي عارفة انه الدوكومنت دي مفروض تروح على شارد 2 وعندها زي جدول كده بيقول لك انه شارد 2 موجودة على الماشين الفلانية انهي جزء من شارد 2 احنا عندنا كذا copy بقال لك انه في زي primary copies وفي secondary copies او اللي هي duplicates او replication او كده فهو بيروح دائما على primary دي حاجة برضو كمان في ديزاين اه بزبط انا كده تروح تعمل الrights تروح كلها او اللي هو one leader او سمي زي ما تسمي يعني one copy معينة تبقى هي اللي بتهندل كل الrights لما تيجي تقرى تقرى من كل الكوبيز لو تعرف تقرى طبعا من الليدر يبقى كويس لانه هيبعنده اكتر يعني هو اللي لسه مكتوب فيه بس بعد ما تكتب الليدر ده بيبدأ يوزع كوبيز على ماذا؟ او اللي هو اللي عمل فانت هياخد الديزاين هيحطها على ستولى للإنستانس اللي هيبعه لوسين اللي على ستولى ستولى كل الماشين صبعا لوسين هيحطها الديزاين هنفعها INDECSIC بالطريقة الى اللي هيا فكرة الفكرة .tfidf ويبني الposting list وشوية Data Structure الثانية ويضعها عنده على الديسك وأول ما يخلص كتابة الريكوست ده سيقول للكلينت خلاص أنا كدبت انت الآن ممكن تعمل إلي أنت عايزه الديتا عندي خلاص أنا سيفتها وفي نفس الوقت Asynchronously سيروح ويكلم إليه replicas الثانين علشان يوزع عليهم هو هنا كتب في Shard 2 فهياخد هذه الـ copies ويحاول يديها للـ replicas الثانين اللي هم على المشين الثانية تمام؟ تمام فدلوقتي زي ما قلنا الـ Lucene Index هيكتب الـ Document يوجده بعدما سيشوف لو عايز أي مرشن يعمله ودلوقتي بقى جاهز إنه هو خلاص يسير أي Search Queries تعالى بنا نتكلم على Search Queries ازاي بتشتعله دلوقتي أنا جالي term معين وعايز أدور عليه في Elastic Search Cluster فاللي بنعمله هو برضو نفس القصة انت بتروح تكلم أي نود في الـ Cluster بتاعتك تقول لها خد دور مثلا على الكلمة الترم الفلانية فبتاخدوا وبتوزع الـ Query دي على المشين الثانية كلها ليه؟ علشان المشين عندها قطع مختلفة من الـ Index شاردز مختلفة تمام؟ كله محتاج يدور على الترم بتاعك لانك مش عارفه هيظهر فينه فكله بيدور بس طبعا علشان انت عندك عدد مشين مشين واحدة عندك تلاتة خمسة عشرة فالـ Search بيحصل على الشاردز فده بيدي لك Parallelism فدلعين موضوع أسرع شوية بضل ما تتدور على disk copy واحدة بس أو عندك ممكن يكون الاندكس الكبير انه يفيد في ماموري في بتاع المشين واحدة فالـ machines دي كلها بتدور في نفس الوقت على الترم ده عندها بتحاول تلاقيه في الـ Posting List اللي احنا تكلمنا عنها دي تحاول تجيب الـ Positions بتاعته وترجعها للايه؟ للمشين اللي عاملة الكويري فقادي مثلا دي هنا الكويري بتاعتك في ترم معينة جايلك وراح مثلا للمشين الاولانية تمام؟ المشين الاولانية هتدور في الـ Shard بتاعتها في الـ Primary Shard بتاعتها وبعدين هتوزع الكويري على المشين الثانية كلها اللي هم يا جماعة خدوا دوروا عندكم على الكويري دي الـ Result كلها هيحصل لها الـ TF-IDF ranking اللي احنا تكلمنا عنه ده اللي هي بتحاول ايه؟ تعرف قد ايه الـ Document D يونيك بالنسبة للـ Termida أو Relevant بالنسبة للـ Termida وبعدين ترجع الـ Document D والـ Relevant بتاعها للمشين الاولى اللي هي كانت عملت الـ Search كله والمشين دي بقى هتاخد الـ Result دي كلها تعمل لها Aggregation تجمعها تعمل لها ranking وبعدين تجمعها ايه؟ ترجعها ايه؟ للـ Client تمام؟ طبعا اللي أنا شرحته فيه جنراليزيش كتير يعني مثلا الـ Ranking مش لازم يبقى TIF IDF ممكن فيه خصص كتير جدا بتشتغل وفيه الـ Algorithms مختلفة كتير ممكن تكتب يرون Custom Algorithm لـ Ranking فالموضوع flexible قوي وفيه حركة كتير بتحصل يعني بس يعني الخلاصة انه دي فكرة اللي ايه الـ Indexing Research طب أنا عندي سؤال بخصوص الـ Search نفسه انت قلت ان الـ Request بيروح لكل الـ Nodes طب ده مش بيخلي الـ Request read بطيئة اللي انا بصيرش بيها بما ان انا هستنى Acknowledgement من كل النوت الثانية يعني يرجعوا لي المعلومات اللي انا منتظرها منهم بس هذه فكرة في الـ Distributed System صح انه الـ Data بتاعتك متوزعة على الـ Machines يعني انت لو انت عدت تستعمل المشين بتاعتك علشان تصرف الكويري اللي واحدها انت عندك Replicas بس اولاً Replicas دي ممكن تكون مش Up to date ثانياً الموضوع هيخد منك وقت اكتر كتير انك انت تصرف الـ Data ليه؟ لانه غالباً اللي بيعملوه انه بياخدوا الـ Primary Shared بتاعتك دي هيخدوها في الـ Memory هيخلوها تبقى سريع جداً انك انت تصرف الـ Data بس الـ Memory بتاعت الـ Machine ممكن ما تكفيش انك انت تسط كل الـ Data اللي في الـ Index بيعاك فغالباً الشاردز اللي هم اللي هم اللي تبصوا على أول Machine هنا فيه عليها مثلاً المشارد 1, Primary اللي هنحط عليها كده مشاردة كدا المشارد 2 و3 ال-2 مش Primary فالاتنين دول غالباً هل يكون مكتوبين على الـ Disk وليس هل يكون مكتوبين في الـ Memory لكي تريد في الأخير تستعمل الحاجات التي لديك في المموري تريد استعمال المموري بشكل جيد فتضع فيها الحاجات التي هي المموري التي تريد تسيرج منها المموري لو أنت ستذهب كل شوية تسيرج الديسك لكي تظهر هذه الموضوع بطيئ جداً الفارق ما بين المموري والديسك تتكلمني مثلاً في ألف مرة أو أكثر أسرع فكون لديك مختلفة مختلفة تدور بعدين لو احتاجت أنك تذهب للديسك لو الشارد 1 أو الشارد 1 التي تتعاملها في المموري ويحتاجك تذهب للديسك فأنت أريد أن يكون لديك كذا ديسك يدوره في مموري بدلاً أن يكون لديسك واحد ويقوم بتدور في تيرابيتس على الديسك ففي مزيج من البرفورمانس انفروت كما يعملوها مثل أنهم يضعوها في المموري ويضعوها في الكاش ويحاولوا يستخدم الكاش وما طبعا عندهم تكنيكات أنك تعرف عندما الديسك المعاناة تبحث عنها أريد أن يحاول أن يكون لديهم أكثر من الديسك كاياتها فأريد أن يجعلوا تلك الأداء موجودة ويقوم بتحديد مموري ويقوم بتحديد مموري وبعدين يقوم بتحديد مموري تهميات المموري بمجداء مموري تسمع كل القصة لكي تجمع وبعدين تتحديد مموري بحيث بعد كده لو جاء اي ريكوست تاني وقال يا جماعة انا عايز نفس الديتا بالزبط نعرف على طول بدل ما نعود انسر الكوير دي نجعله على طول ايه بالزبط يعني فدي فكرة انك انت يبقى عندك كذا ماشيين في الوضوع بيبقى اصرع شوية لانه انت بنتكلم في حجم ديتا كبير يعني مش رياليستيك انك انت تقول انا احط كل الديتا دي على مشين واحدة اساسا انت عايز الديتا والبروسس دي كلها ده بيحصل على الاندكس نفسه على الديتا بتاعت الاندكس مش الديتا الفعلية او الاصلية نفسها ده الديتا اللي انا يعني انا عايز اوضح لناس الفرق ان انا بيبقى عندي الديتا الاصلية في الديتا بيز بتاعتي الخاصة بيا دي الديتا اللي انا حددتها في الاسكيمة ان هي هيتعمل لها اندكس انت اللي بتحدد انت كشخص انت اللي بتحدد بالزبط انا عايز ايندكس ايه يعني انت ممكن تقول انا عايز ايندكس التايتل بس بتاع الخبر عايزة اندكس بس مش عايزة اندكس حاجة معينة انت اللي بتحدد الاسكيمة اللي بناء عليها وتبدأ تسارش بيها بعد كده تمام اه انت في الاندكسن نفسه في الاندكسن نفسه انت ممكن تديله اي دقيمة انت عايزة ممكن يبقى عندك الديتابيس بتاعتك فيها شوية كولومز مثلا انت عايزة اندكس كولوم معين منهم او يكون اصلا الديتا دي مش موجودة عندك اساسا في الديتابيس وده معظم الكيسز بيبقى كده عندك تاكس بيبقى كبيرة عندك مقالات او كتب او كده مش هتاخد محتوى الكتاب نفسه وتحطه في الديتابيس كولوم انت مش هتستعمده والديتابيس مش هتعرف تعمل اصلا الاندكس على حاجة كده فانت بحط بس المتا ديتا بتاعتك في الديتابيس وبعدين بتبوينت كانت بتبوينت على زي بلوب ستور مثلا او حتة انت مسيب فيها الديتا نفسها اللي هو التاكس نفسه وتاخد التاكس ده بحطه في الاسكسرش في الاسكسرش موظم الوقت بيبقى الديتابيس ما بيبقى هو الحتة الوحيدة اللي عندك الديتا فيها الديتابيس بيبقى انك انت تعمل اه هو كأنه يعني هو سيرش انجين عن طب الديتابيس الديتابيس عادة مش بتعيش جوه الاسكسرش باللحس هو الاسكسرش اصلا علشان بيبقى فيه رابطة مثل كده بيبقى موضوع بيكبر شوية انت لو عايز كذا من الديتا ممكن يبقى عندك يعني موضوع اكبر من حجم الديتا الاصلي فبيبقى عادة فيه كمان اللي هو انا عايز الديتابيس بتاعتي تتمسح بعد 30 يوم او 60 يوم او 90 يوم وإلى الموضوع هيبقى حيبقى اكسبلوجن يعني لو عندك لوجز او حاجة زي كده مفيش معنى انك تخلي لوجز من سنتين يعني حالو جد بس فده القصة كلها انا حاسم ان اجريت شوية فاقوللي لو في حاجة بحاجة نوسع عليها شوية لا لا انا كنت حابب لو نتكلم عن الاسكسرش اركتكشور بتاعك داخليا بقى بيبقى شكله عامل ازاي انت قريدي اتكلمت في معظم الحاجات دي وسط الشرح بس لو نحدد النقاط دي برضو عشان الناس اللي كانت مش واخدة بالها من التفصيلة دي شور شور اه مايش خلينا كنا نحاول نرسمه هنا بشكل طيب يعني احنا عندنا ببدئيا في الاسكسرش انت بتدبلو ككلستر في ماشينز احنا كلمنا على الحتة دي لو انت عندك فيه نودز اللي هي بتبقى اللي عليها الديتا بتاعتك تمام دي هنسميها ديتا نودز ديتا نودز تمام عادة بيبقى فيه نودز مسؤوليتها انها بتبقى الماستر نود دي مش عارف اذا يستعملوا الترم ده الاب صراحة الماستر نود النودز بتبقى سبيشال شوية دي كانها الليدر بتاع الكلستر بتاعتك فالنودز بتبقى عادة هي المسؤولة عن اولا عارفة الـ replication حصل ازاي عارفة الـ sharding حصل ازاي هي اللي بتقرر الكلام ده كله تقول احنا هنعمل كذا شارد في مثلا الماشين الفلانية وقت محتاجين نطلع ماشين تانية مكانها فالماستر نودز هي كانها ايه ده الـ guardian بتاع الكلستر بتاعتك ده زعيم القبيلة من الاخر ده اللي بيقرر دنيا تمشي ازاي الماستر نودز دي لو حصلها حاجة وـ went down او crashed او حصل فيها مشكلة محتاجين يحصل حاجة اسمها الـ leader election عندنا عشان نطلع مستر نودز جديدة فكلا فكل النودز دي عليها نفس الـ copy بتاعت الـ elastic search binary اللي هو ممكن يشتغل كـ data node ممكن يشتغل كـ master node ممكن يشتغل كـ coordinator node coordinator node دي هي النود اللي بيجالها الكويري فالكويري ممكن تروح لأي واحدة من دول وراحت للـ node 3 اللي هي اصلا data node النود دي بتشتغل كـ coordinator اللي هي زي ما قلنا قبل كده بيتكلم النودز تانية علشان تجمع الـ result بتاع الكويري وبعدين بتجمع الـ result دي وترجعها للـ client فده نوع الـ coordination اللي هو بيحصل فيه ranking بيحصل فيه كذا فصة تانية يعني فأنا مش عارف ده اللي كنت تقصده بالـ architecture ولا عندك حاجة تانية او لا تمام انا كان قصدي داخليا فيه هل هو فيه components معينة زي مثلا احنا اتكلمنا شوية باختصار في الجزئية بتاعة الـ indexing ايه اللي بيحصل على الكلمة بتاعتي لحد ما تبقى تتحط في الـ index نفسه يعني مثلا حتة الـ cleaning بتاع الكلمة ان انا اوصل الـ stem ايه اللي بيحصل وهل او الـ stem ومثلا في العربي والانجليش ايه اللي اختلاف هل بيبقى مثلا عندي analyzer لده واناليزر لده على حسب اللغة انا كيوزر بقى وانا بستخدمه ايه هذه خصة تانية اللي هينك تأذي اصلا تستعمل وزي تقل الـ API وزي تكونفجر الـ Elastic Search Cluster بتاعتك بس الاناليزر تقصة كبيرة ايه اللي كل component من component انا نتكلمنا عليهم دول طبعا عشان هما open source community كبير فيه ناس كتير اعداء بتتكلم ففيه flavors مختلفة وvariants مختلفة من كل الحاجات دي فالاناليزر دول من الحاجات اللي فيها يعني انواع كتير قوي فالـ main analyzer بتاعهم اللي هو لو انت ما عملش اي حاجات خالص هياخد الجملة بتاعتك واعدا هيقطاها على الـ white space هيقول لك خلاص دي كلمة دي كلمة وطريبا هيشيل كل اللي هو non character non letter characters اللي هي او non alphanumeric حاجة زي كده بيشيل مثلا الـ periods النقط بيشيل dashes بيشيل spaces وبعدا بيعتبر دور كلهم كأنهم ايه توكنز مختلفة وبياخدهم الـ index عليهم ففيه حاجة تانية بقى هتعمل زي ما قلنا اللي هو ايه الـ stemming فكله بيحصل في الاناليزيس انك انت تاخد الـ document بتاعتك بتقطعها بشكل custom ممكن يكون انت اللي بتحدده مفتول انا عايز الـ مفتول انا عايز الـ stemming بطريقة فلانية ممكن تستعمل custom stemmer ممكن يكون مثلا زي ما انت قلت لو لغة مختلفة انا مش عارب صراحة لتنغات مختلفة هندلت ازاي بس يعني انا فاكرا بك انا مثلا تبص على french limatizer كان قصة طويلة جدا ازاي انا جيت تاخد كلمة انا عملتها على العربي فكان زمان يعني فكان موضوع حوار ما كانش سهل كان كان فيه اناليزر للعربي موجود بس كان برضو فيه فكنت باضطر ان انا اكتب بعض الكلمات والحاجات اللي انا اقول له لا دي فوتها دي احنا مش عايزينها دي اعمل لها اجنور دي لا دي مهمة يعني بتقعد انت تدي له رولز بالذات انت عارف العربي والنحو والكلام ده ففيه حاجات بتسقط او اعتقد دلوقتي الموضوع تحسن انه بقى اعتقد يعني ان الكلام ده كان من مثلا ست سنين او حاجة شبه كده فاعتقد دي انا اتغيرت يعني احنا عدنا بنفس الاكسرسايز انا وانت في الموضوع ده انا ممكن ايام الكلية اتخالي بعد الكلية على طول كنت بكتب حاجة بتعمل تي اف اي دي اف دي ممكن اكشل اي اول ربوزيتوري هتلاقي عندي على الجيت هاب بتاعي كنت بعمل يعني بس قصة كده تي اف اي دي اف في الاكاديميا يعني كنت نعمل البيبر وبعدين عايزين نجيب نص فرنساوي كان وعايزين نعمله قصة الاناليس والتي اف اي دي اف والحاجات دي كلها وكان الستامنج صعبة جدا يعني انت في فيه موجودة كتير لبيتون بالذات عشان تعمل الحاجات دي في حاجة اسمها NLTK لو نسمت عن الباكجز دي واستعملتها هتلاقي عليها تولز كتير انك انت تعمل ستامنج مثلا بس ابشتغلش كويس على اللات التانية انا معرفش ان انت ابشتغلت على العربي كلمنا بقى اللي حصل لان انا يعني الفرنساوي كان بس صعبة جدا هو فيه already official يعني انا بسيط اصلا قريب فيه يعني خلاص هو بقى كأنه بقى رسمي كان وقتها مكانش مكانش رسمي وقت ما انا اشتغلت كان زي ايه كان كان يعني مجهود شخصي من الناس الكميونيتي العربي عاملين حاجات شبه كده وكان كان شغالي لحد ما بس مش مكانش perfect فكنت بتطار انت تحط customization انت بنفسك اعتقده دلوقتي انا دخلت على الويبسايت بتاعهم بقى موجود رسمي لان انا برضو استخدمته من زمان يعني من خمس ست سنين اخر مرة بتخدمتي الاسكسرش فيها في الاندكسنج يعني للدوكومنتس وكده لا بقى خلاص بقى يعني اعتقد بقى شغال كل الرولز والحاجات دي اضافت بل عندك customization بقى انك تقدر تقوله لا انا هاسكيب ده لا دي الكلمات دي مهمة الحروف دي اجنورها بعض القواعد النحوية انت تزبطها لو انت الابليكيشن بتاعك عربي بيور يعني هيبقى عاك كتير بالذات لو انت في اللغة العربية لو عايز بقى تسابورت الديالكتس والاكسنتس وعايز مثلا تسرش بمعرفش بدك ويطلع لك عايز وحاجات زي كده معرفش بصراحة متعيشن في حاجة بتعمل كده انا ما لا انا ما كانت شيء العامي يعني انا مشتغلت عليها كان كان لغة عربية فكان الموضوع الى حد ما ابسط فانا بسأل برضو لهو ويب سايت بقى بيهندل اللي هو مالتي لانجوش دول اللي يعملوا ايه بقى ده هيقعد يستخدم اناليزر لكل تكست هو بيبدأ بقى يعني يشوف اللغة بتاعت التكست ده نفسه ايه ويبدأ هو بناء عليه يرميل الاناليزر الخاص به وهكذا يعني حاس البروسيس بقت معقدة اكتر لو انا كموقع بسابورت لغات مختلفة او المقالات عندي بتتحط بلغات مختلفة او انا ده ده السؤال صعب علي بصراح انا عملي ما اشتغلت انا عملي غير الانجليزي غير في موضوع زي ما اقولك الفرنسيوي ده بيتهيالي هو الاسيكس بيستخدم انك تعمل كذا انت ممكن تاخد نفس الدكومنت وتإندكسها بشكل مختلف فممكن تقول مثلا عندي عملي الانجليزي وإندكس الفرنسي وإندكس الألماني حس بعد الكلمة تيجي تدور تقوله ودور لي في الاندكس وممكن تدور في مجموعة يعني هما في حاجة اسمها groups تقول مثلا انا عندي الدكومنت مثلا .en او document.fr او كده او ممكن تقوله دور في document.asterisk دور لي في كل الاندكس هيعمل حاجة زي دي يعني بس انا مش عارسة كان فيه طريقة معينة احسن من كده انك انت تتحاندل اللغات اي يعني انا اجيب بالي للشالنجز بتاعهم احنا حاليا في الوقت نكتب مقالات عربي على انجليزي او بوستس او حاجات شبه كده بتلاقيك انت كاتب بتشرح باللغة العربي او العامية بتاعتنا وفي النص بتحط مصطلحات بالانجليزي هو ما بيحدد او العربي في الكسيس دي ممكن تكتب ممكن تكتب الاناليزر بتاعك الكلام ده كله خد بالك اوكن سورس وفيري بلاجابول لانهما الحاجات دي يعني الوسين ده موجود بعله مثلا 24-25 سنة مثلا فهتلاقي فيه كمية اناليزر مكتوبة انا متخيل يعني مش حيبه صعب الموضوع لو تخش تكتب اناليزر يحاول يحدد اللغة بتاعت كل توكن مثلا وبعدين يعمل لها بالستمر البتاعه اللي هو بيفهم اللغة بتاعتها بيتها اللي ممكن تعمل حاجة زي كده مش عارب صراحة قد ايه صعب الموضوع بس يعني فكرة انك انت الحاجات دي مختلفة عن بعضها بيخلي الموضوع اسهل شوية انك انت حتى لو رميت تكست معقد زي ده تعرف تدي له طولز انه هو عارف تعمل معي طيب انا عندي سؤال تاني بخصوص لو انا عندي الاسكيما بتاعتها مش واحدة يعني انا ما عنديش ستاندرد اسكيما كده ايه تمشي مع الداتا بتاعتي الداتا بتاعتي الى حد ما سيمي استراكشرد فوقات بيبقى فيه داتا بتيجي هنا اوقات لا فاعمل ايه في الكيسيز اللي شبه كده هو ده اللي شفته بيحصل في الاسكيك سيرتش بيبقى الحمل كله على الحاجات اللي هي زي لودستاش والحاجات دي اللي هو اللي قاعد بيكسبورت الديتا بتاعتك للالاسكيك سيرتش ايه مثل السكيما بتاعت السكيما بتاعتك فانا عايزي عندي مثلا اربع خمس فانا عايزة اندكس عليهم فحتاخد الديتا بتاعتك الاكسبورتر نفسه بتاعك او اللي هو البيت او اللوجستاش الالترنتيب اللي انت هتعمله حياخد الديتا بتاعتك ويحولها ل الستاندرد فرمات بتاعتك انت تعرف تطلع منه الماپنز مختلفة والفينز المختلفة فده اللي شفته على الأقل في الكيس باعت اللوجين انك انت لو تستعمل كذا نوع من اللوجين عندك كذا بروسيس وكل بروسيس لها اللوجين فرمات بتاعها هيبقى اللوجستاش بتاعك الفرمات بتاعه مختلف عشان ياخد المسلا عايزي يعمله هو جيسون فياخده ييكستراكت الفينز المعينة ويحط الاسم على كل فيلد او هو مثلا او مثلا مش عارف فانت في المرحلة بتاعت الاكسبورتين دي اتحدد فيها انا هاخد الفورمات دي وحولها للستاندر فورمات دي عشان تعرف تفيت اللي ايه اعتقد انت كده خلصت الجزء اللي كنت محضره ولا لسه فيه جزء تاني لا اكده خلاص كده انا اتكلم تقريبا عن كل حاجة اتكلم عليه لو في اي اسئلة تانية اتكلم فيها اه ففي انا اشوف الاسئلة يا ريت يا جماعة لو حد عنده اسئلة يحطها انا هزهر بعض الاسئلة اللي قريدي موجودة اه طبعا كالعادة العربي على الانجليزي بتبقى مش واضحة بيقول اعتقد يعني لو عندي الاسك سيرش ام تكرر اني استخدم اه قبلك بس مش متوقع ان حاجة اه قبلك لو عندي انتخل انا استعمل هي مش واضحة فيها مشكلة كبيرة اه دورابل ديتا السور بتاعك مش دات ديتا السور اللي انت هتبني عليه بابليكيشن بتاعك انت ده ممكن تضيفه يعني في المستقبل فانه ممكن تبدأ بحاجة بسيطة زي مثلا بوستكريس سيكول اللي هو انت عندك ديتا بيز عادية تحط فيها تعمل حاجة اللي هي الهي خالص تاخد التكست تحطه في كولم بالذات لو هاي توييتس التكست مش كبير اخر ومع رقش ماتين وخمسين وخمسين وخمسميت كاركتر القصص اللي هو انك انت تاخد مش هاب سامينها تي اس فكتور او حاجة زي كده مش فاجر بزبط الترمينولوجي يعني بس تاخد الكولم ده وتعمله اندكسنج بفول تكست وتعمل سرش بالموضوع ده بالتصد يعني لو عايز ممكن تعمل انت المانيول على الديتا بيز نفسها بس طبعا مش هيبقى سوفورتد بالديتا بيز فحيبقى فيه شوية شوية لو انت عايز تعمل ستعمل ستجير انت بقى تعمل كولم جديد بتاخد كلمة كلمة تران عليها الفانكشن بتاعتك اللي يمكن تكون ايزر ديفاين فانكشن او كده تعملها ستعمل وتحطها في الكولم اللي انت هتعمله اندكس وبعدين تدور على الكولم ده فانا شخصيا لو حبدأ بحاجة زيارة ولسه مش عارف الحجم هيكبر لا حبدأ بطريقة زي كده اللي هو انا هستعمل ديتا بيز فانكشناليتي موجودة اورادي وبعدين اشوف لو الموضوع كبر وفعلا محتاج كل بطريقة زيارة لانه هو مش معمول الابليكيشن الصغيرة هو معمول حاجة يعني ضخمة جدا جيجا بايتس وتيرا بايتس وكمان يكون عندك الريكوارمنت بتاعت انك عايز تعمل فول تكس سرش يكون سريع ويكون يعني دوربل وافيليبل توزع على ماشينات كتير فلو دي الريكوارمنت عندك والديتا فعلا وصلت للدرجة ممكن في اي وقت تقولتك خلاص انا هيبدل الوقتي الريكوارمنت وابدأ ابعت عليه الدكومنت اللي بتاعتي اللي بتجيلي كل ما يجيلي دكومنت تكدر في الديتابيز ابعتها برضو على باستخدام زي ما قلنا مجموعة الاكسبورترز اللي هما زي والحاجات اللي زي وفايل بيت ومعرفش اي بيت وكلام ده وبعدين هو يعملك الاندكسين والسرش على اتناك فهو مش حاجة يعني لازم تتدق بيها من يوم واحد خالص تمام احنا جاوبنا ده بس برضو حد سألوا الفرق ما بين الاستيك سيرش وأوبنستاك اه هو الاتنين كانوا واحد في نقطة ما يعني هو كان فيه الاستيك سيرش وبعدين زي ما قلنا كان فيه كده اخناق حصلت مبين امازون ومبين الاستيك اللي يشتر شركة اللي بيت تساورت يعني الاستيك سيرش فاللي عملوه قالوا انه خلاص من النقطة ده احنا هنغير اللايسنس بايتنا فهم طبعا ما ينفعش يغيروها بأثر راجعي يعني ده ما فيش حاجة اسمها كده في الابن سورس كوميتس اللي تعملت خلاص تعملت وكانت مكتوبة بالليسنس اللي هي اباتشي 2.0 فالكود القديم كله لسه اباتشي فامازون قالوا خلاص احنا هناخد الفورك من من الكود بيس دي ونعمل ايه نعمل الكود بيس بايتنا احنا بقى الربوزتوري نسميه اوبن سيرش وبعدين عملوا بعد كده ايه قالوا خلاص نحننخليه اباتشي 2.0 والتانين غيروا اللايسنس بايتهم بقيت يعني مش يوزاب القوي للشركات الكبيرة اللي عايزة تهوست الافتك كسيرفز يعني فهما الاثنين يعني قربين جدا من بعض بيشتغل نفس التكنولوجي الاثنين دوزين under the hood بس هما يعني مؤخرا بقوا ايه 2 different communities وبقى يعني طبعا فيه في الالاستيك سيرش مش موجودة اوبن ستاك والعكس معظم الفيتش الموجودة في الالاستيك سيرش بقى اللي هي بسموها الاكس باك اللي هي بقى حاجات زيادة هما بيدوها لك لو انت بتدفع فلوس يعني تعرف تستخدمها طبعا دي مش موجودة في الابن سيرش تمام زياد بيسأل لو انا ممكن استخدم الاستيك سيرش as a caching layer في الابليكيشن ما وحسن انت تتحاول تعمل ايه يعني لو انت كنت مثلا المثال اللي انا كنا نتكلم عليه من شوية زي ان انت مثلا عايز تعمل سيرش في بوستقرس سيكل او في ديتابيس عندك مش بتسابورت فالسيرش ده حيب بطيئ جدا فساعتها I guess ممكن تقول على الاستيك سيرش ان هو كاش للديتابيس دي لكن هو كاش بمعنى انه لان هو الكاش فكرته ايه الفكرة ان انت عندك بتستعمل حاجة مساحتها اصغر شوية علشان تبقى اسرع بفكرة الكاشين كلها صحيح انت مثلا تحط حاجة in memory او on disk قد تروح الناتورك او حاجة زي كده علشان تكون اسرع من كده تعمل فهو الاسيك سيرش يعني انت غالبا اللي هتعمله على الاسيك سيرش صعب تعمله من غيره يعني ما يحصل لو الديتابيس مش موجودة في الاسيك سيرش هل هتروح تدور على التكست بقى مانيولي في الدكومنت حتى تفتح الدكومنت واحد واحد تدور فيها فانا مش هسميه كاشينج هو اكستر فنكشنالي مش هتعرف تعملها من غيره لو انت عايز تعمل مثلا اوتو كمفليت ولا عايز تعمل سيرش مثلا مؤقت شوية بباترنز مختلفة بمابنز مختلفة مش هتعرف تعمله من غيره فانا مش بسميه اوي كاشينج لير يعني بس هو يعني لحد ما هو طبعا اصبع بكتير منك انت تقريدي دكومنت كلها فاي جس بالطريقة دي ممكن تسميه كاشينج اعتقد دي كل الاسئلة انا بشكرك جدا على وقتك انا كنت مبسوط جدا بصراحة وياريت نكررها تاني في موضيع تانية مختلفة ان شاء الله يعني ما تحرمناش من ظهورك وحابة في الاخر برضو اظهر لك بعض الكمنز من الناس اللي كانت كويسة يعني هي مش اسئلة الناس يعني عايزك ترجع يعني تنزل حاجات وما توقفش يعني وناس كتير بعتت غير الناس اللي كانت كانت يعني طلبت حضاك بالاسم يعني انك تيجي معانا وكده فانا بشكرك على وقتك بجد كانت حلقة بالنسبة لي مفيدة على الاقل فاعتقد هتبقى مفيدة للناس برضو وياريت يعني ما تبقاش خير مرة ان شاء الله ان شاء الله نطلع تاني اكثر من مرة يعني الكلام طبعا جميل ما يكون قاعد بتكلم مع حد وبياخد ودي كده حاولت تزنقني كده في حتة لا غالبا بحاول تبقى الاسئلة يعني في الموضوع اللي اتفقنا عليه بس اوقات الحوار يعني ايه بيرميني اللي حتة دماغي تفكر فيها فبتبقى اسئلة خارج السياق مجرد حاجات بمفكر فيها يعني انا بالبسط اكتر بكتير الموضوع ممتع اكتر بكتير من نفكر مع بعض ونتكلم مع بعض يعني اه شكرا جدا على اللي عملته انا مبسوط جدا بالموضوع يا جماعة يعني والله التشجيع حلو جدا اللي انتو عملينه الانتراكتيفتي والتفاعل بتاعكم مع الناس بجد والله هو ده اللي بيخلي الناس تعرف تكمل وتبقى مبسوطة جدا بالتعمله يعني فشكرا ليهوا جدا يعني وانتو مديلنا حجم اكبر بكتير من اللي احنا عليه بس يعني ربنا اكترينكم جميع ان شاء الله وبالتوفيق انا بشكرا جدا شكرا ليهوا مع السلامة